استدعت وزارة الخارجية اليوم سفير جمهورية الهند لدى البلاد حيث التقى بمساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الذي سلمه مذكرة احتجاج رسمية تعرب فيها عن رفض الكويت القاطع وشجبها للتصريحات المسيئة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وللإسلام والمسلمين التي صدرت عن أحد المسؤولين في الحزب الحاكم واضحت الوزارة أنه في الوقت الذي ترحب فيه الكويت بالبيان الذي أصدره الحزب الحاكم في الهند والذي أعلن خلاله إيقاف المسؤول المذكور عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة لتطالب باعتذار على نيل تلك التصريحات المعادية والتي سيشكل الاستمرار فيها دون إجراء رادع أو عقاب على زيادة تأوجه التطرف والكراهية وتقويض عناصر الاعتدال مشيرة إلى أن إصدار مثل هذه التصريحات ينم عن جهل واضح لرسالة السلام التي يحملها ديننا الإسلامي وسماحته والدور الكبير الذي قام به الإسلام في بناء الحضارات في جميع دول العالم بما فيها الهند ترجمة نانسي قنقر